ولو تلاحظ في الأمور الفنية التبديل لما صار في دقيقة 80 أول تبديل بخروج لعبين محترفين مثل مالكم نيفز لعبين مهمين أنت تحتاجهم وأنت متعادل تعادل معاك ضمك في دقيقة 86 أنت أخرجت في دقيقة 90 أعتقد نيفز وفي دقيقة 80 قبل الهدف قبل أن تسجل تعادل ضمك مالكم ومتروفيتش ودخلوا لعبين محليين وسجلوا لك الهدف الثاني ناصر الدوسري نزل بديل هو العمل الكروس بالنسبة للإمبارات لعب في أسلوب مغاير اليوم نادي الهلال ما كان مستحوذ بشكل كبير ولكن كان يلعب على الأطراف جهة اليمين وجهة الإسار والهدف اللي أتت هدف الأول كروس من جهة اليمين تحضير ممتاز من سابتش وتزديده من سالم الدوسري وهدف الأول تسجل الهدف نادي ضمك في الدقيقة 86 العودة بعد تقريبها أعتقد سبع دقائق في الدقيقة 93 هم كروس يعني من ناصر الدوسري في الزاوية البعيدة اللي يشوف الهدف من أول مرة يقولك هذا ميتروفيتش ومو مشاهيل ارتقاء وتركيز والكرة ضربت في الأرض في الزاوية البعيدة على الحارس اللي كان طراحها بصطفا من نجوم المباراة ليش نقوم نجوم مباراة؟ لأنها كانت فرص جدا كثيرة شرط الأول كان ضمك يعني بتحدي كبير مع الهلال وإصرار ومنظومة دفاعية جدا ممتازة يحاول أن يلعب على الكرات المرتدة ولكن بالشرط الثاني اللي يقدر على الهلال يجب أن يكون في حالة بدنية جدا ممتازة من أول دقيقة إلى آخر نهاية صفارة الحكم ولكن الحالة البدنية بالنسبة للهلال تفوقت على كل الفرق اللي قابلها